استفادة الشغيرة الصحية من التكوير المصدر بإشراك مقابات الجنة لمعالج القضايا المساعدة تغير مقابل وطنية التعليم المقابل والجهيزات وفي نفسها وفي كاته الجهاوي من حالياً إعادة حجرة المؤسسات الصحية المقابل ضمارة وعالأسيس تشوفي إصلاح المزمع ومزمع تنفيذه في صناعة مهابين يبقى أنها متسلاح رهين لذلك أموال معبئة لإذن الإصلاح لأنه ليس هناك الإصلاح بإذن الله يريد إصلاح المزمع يريد إصلاح المزمع ومع منها تنقباً كما نتобыح التعليم نادينا صادقاً وسائل المزمع بإذن الله ومع شايف ومع شايف ومع شايف ومع الشياء ومع مدخلين الساحة والآن نحن سنخرج بهذا الحوار وسنقدم جميع المقترحات التي كانت هذه المدرسة العمولية نحن نكون المدرسة العمولية نريد أن تكون خضرة وبالتالي نحن لازمنا متجبتين في مجانية التعليم في المدرسة العمولية كما أننا نقيد على أن هذا الإصلاح يجب أن ينطلق من المنبع المنبع هو التعليم الأساسي يجب أن ينطلق من المنبع ويقومت لأي كان بل يجب أن يكون تحت وصاية وصاية وزارة الوطنية ليس الوصاية ولكن أن تنقل قلبي مجالة ووزارة الوطنية وأن تنقل قلبي مجالة حقاياً وأن تكون المواطنين فيه مواطنين الوطنية. اذا هالنصلاح يبدأ من تعليم الاولي. سطورات وسائل تأيمية وعطالة تخري العنف. اذا بالتالي مخصوصة الحالية هي مدرسة ليس مدرسة جدابة وحضر ما انها مدرسة تجزية الوقت لاقل ولا اكثر. اذا بالتالي تأتي اقتراحة الناس ضدرس جدابة اه جدابة لتلافج كامل السابق. وبالتالي اصلاح المناهي والمقرارات المستوى المعرفين في التباقين. يجب ان تشارك الموارد لبشانية. من اخر حلقة. اخر حلقة من ضرورة طربائية. تسهد منها ساعدة الوطنية. الى ضهور تسطوعات الى ادارة الطربائية. لاننا الان مشاهد ان الروح ان نشطف ساعات اضافة الانتزازية. ومن هنا ساعات الاضافة الاستبداعية. الموحقين الطرباويين. امام الصدق المسكولين. اقليميا واجياويا. دون تفعيل مصار ادارية بهذه خلال التواجدات. بها ساقض اصلاح مناهي برامي اصلاح الموارد البشرية. اصلاح يعني ان الان هذه الساعة المدرسة داخل القسم. يجب التخفير منها. ويجب تجاوز هذه المقاربة. اكتفادة من هذه العلمات. ومن هذه اللي اعارف. وكفالة امام نحن نحن بحيث أن تعليم الآن يخرج الناس أنه ليس بتعون تواصل لا كتابة ولا شفاوية لأنه بحال التوقف الفضاء يرقى إلى مستوى أن نجتاج بالعاسية نتمنى أن يكون وفضل الاقتراحات الجدية والجرية إذن هالفضاء هذا لم يقدروا اي ذات مالي سواهد لأي شيئا في مدرسة العربية واكتب بها نحن 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 ذكرات في الماء ونحن كامل متواحدون على الزيادة وأسعار لكتخص جميع الشغيلة وضمنها كقطاع النظافة نطالبوا المساوات بينهو القطاع ابن ملال لأنه نطالب في نفس الشركة وضاء وعدم مساوات بناتنا وكان طالبوا عدم منددوا بعدم إشراك التحدي المحلي لسياغة دلسل التحملات إن هذا إن دل أن ما يضم على تواطع المسؤولين من بينهم رئيس المجلس البلادي ومسؤولين على الصائرين على القطاع إن هذا المنبر كان وجه الكلمة الجميع بأننا متحيون ومناضلون على جميع حقوقنا بينها الملف المطلبي وجميع التعويضات لكتخص جميع الفلاحة والمحلي والمكسل والإقليمي فيما يخص عدة موقعات مهمة لها التعويض عن الأعمال الشاقة والموسيقى سوية رضعية حامل الشهدات تسير يعني عقلات السيارة وكذلك قيام أدنى حقوق للعمال وفي ذلك الرياب شروط العمل المستخدمين العمل الصحي وفي تشمع هذه السنة جديد وهو أنه تسمية النقابة المطنية الجامعة الكرابية والتدبير المصود كذلك تعريف معرفة تدبير المصود كذلك إقصار الممتلين العمل من سياغة تحملات وكذلك قيام شروط العمل وعشوائية التسير الذي تعرفه هذه إدارة هذه الشركة كذلك يعرفه عدم مناسبة عدم هذه من الطائلات والذين يطفقهم بإخوانهم عمل هذه الشركة في مدينة بني ملكان من إقصاء للتعويضات كمثلا تعويض اه 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 تعويضات عن تنقل تعويض تعويض العمل وعيدة العمل ويأت تهرب من كسوية وضع المستخدمين تجاه فاتح ماي هذه السنة نشير وطنيا وهو تهميش قطاع الجماعات المحلية وهو القطاع الوحيد الذي يعرفه يعني اقصاء بدون قطاعات اخرى يعني لا حد أدنى المجر واتساءل بمناسبة المفيد الحكومة الذي جاء حد أدنى الغجور بالنسبة للقطاع الوظيفة العمومية ومما الجماعات المحلية هل الجماعات المحلية يعني في يعني اكتماع مع الوظيفة العمومية او يعني يعني تعيد لإعادة الكرنة في خسر دين وسبعين لهم لكن يقصوا منها يمضى في عمال دين الجماعات المحلية الحكومات العربة تقصى الحكومات العربة تقصى حتماع الحكومات الكتابات كنت طالبوا اطلاق سراح هؤلاء معتقلين ظلما ليسوا للتعبير عن أعرائهم في المنطقة القيام في مسيرة 6 أبريل 2014 وبهذه المناسبة مناسبة فاتح مان لهذه السنة وإننا التعادي للكنفيدرالية الديمقراطية للشغل مقالبه بإطلاق صراع هؤلاء المعتقلين وهم يركبهم في محلقهم الرعي السلام عليكم أعصد جمعي أخكارة للموجودين المعطلين قليف قرصالح خرجنا يوم فاتح مهي بش يطلق السياسة قليف يلققهم على المصور الوطني بتانيا باش نفعوا صوتنا باش يتربع الحيف على المعطلين ذلك قليف قرصالح لأنه قليف قرصالح هو إقليم غاني في أكبر مغسلة للعالم في أكبر مغسلة للقرصال العالم وفي ثلاث المزينة للحديد ثلاثة مصنع للحالي وفي قليف 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 قليل باش المسؤولين عرفوا باللي راكين شباب معطل في قليف 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 قليل حيث هو بغي يخدر لده وكينا خيرات المتعطة خاصة السفد منه وشكرا موسيقى 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 لا وحنا بحجة موطنة كبيره وهنا غهازات موطنة ويسمعه الازم يتم ميضة من عجلي تنقرير ميضام سياسة هي غير موطنة هي غير موطنة 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 وحنا بهذه المناسبة رحنا تنشدو على اياد جميع شرفاء هذا الوطن من عاملين وعمال من جميع الطبقات المغربية الشارفة اللي تتآمن بان موطنة 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 بان كледان موطنة 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 palliation جميع كرحية مبارية جمال الشaniاء التقريغون جمال الشبي والبتعد Steel وعيش والبت ήταν وعيش حيات المعظم حياتنا حقا حياتنا حياتنا ح Rendان عدال الشحة بالمعظم لا ي Lah�� يجعل يا جميل دقيب الصالح فادعوون لنقول بصرط الواحد لا لنحن التروح لا لتشغيل التفاعل لا لنبقيق على الغريات لا نبقي الوحدة مقاضية ونأتم بلا لشمع السياسة بالرسله التي تقضم التي تقضم الموافد وتحكم عليهم للغاية المتير ولن نتمن هذا العمل الوحدوي لأن ما هو وحدوي هو الذي يمكن أن يحد من السياسة الوزومية التي تتابع هذه الحكومة لا صابت على المغاربة كذبت عليهم في حمايات انتخابية وبذلك نعتبر أنها أكبر أكدوبة وأكتب الناس محتيال على الشعب المغريب بمناسبة هذا العيد الأممي نستنكر ما يقع في مدينة مدينة غنية بترواتها برجالها ولكنها فقيرة من حيث البنية التحتية من حيث كل مية هم مستكنة تصوروا معي مدينة تفتقروا ولكن بدون حاسيب وبدون رقيب نعتبر هذا المهرجان التي يعتبر السبب في حق المدينة بأنه ما هو إلا ارتشاء وما هو إلا مصدر الرزق لبعض المحسوبين على المسيئة المسيئة ونطالب من هذا المنبر الإلكتروني الجاد اليتيم نفتح تحقيق في الحسابات تلك المستشهائيين للموله ثالثا نطالب فتح تحقيق في مقصة طفقات المشبوعة التي صرفت فيها أموال كثيرة بنيت تحتية لا يعقل أن شارع عزب تاني وعلى المعرض لا تصرف عليه الملايير وبدون حاسيب وبدون رقيب تصوروا معي أن ما صرف أعلى شارع أعلى البعض والحسن التاني يساوي يمكن أن يمكن أن يسدده في استعمال في تعبيد تعبيد طارق سيار عوض هاجي لهذا هناك من يتواطئ مع الرئيس والمسيئة في هذه البلد تصوروا معي كذلك أن الشبابنا المعطل في حل أن هناك هناك شركات هناك مصارع هناك 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 العديد من المعطلين في مدينتنا وهناك العديد من المعطلات وهناك هناك دروف يمكن أن نستغلها للإشتغال ولكن معكا بالأسف تصوروا معي كذلك الكارثة البيئية دي الجريمة دي الجريمة دي المعامل الحالي التي تسببت في كثير من الأمراض هناك عديد من النفايات تقدفوا يوميا ولكن معكا بالأسف تكذلك ندد بالسياسة الإعلامية المرئية التي نؤديها من جيوبنا ولكن تأتي لي تغطيها معكا بالأسف وبعض الهرجانات تديرت موردة لتكلخ الشعب نحن نصنا ضد ولكن ضد ما يكلف الشعب وضد ونطالب الإعلام أن يأتي ليغطيها الكارثة البيئية التي تهدد الفرشة المائية إلى غير ذلك وهناك العديد من المفات تقبر تقبر ثم تقبر تصوروا معي أن في البداية دي المعرجان دي موردة أن الآمين العام حركة الشعبية يأتي يعطي الانتلاق وفي النهاية في في نهاية دي المعرجان توزيع الجوائز تأتي المرأة الحديدية المسمات لحليما العسولي لتوجيع الجوائز على من يضحك هذا الرئيس وعلى من تضحك هذه السلطات فالوزارة التي جاءوا جاءوا ليباركوا سياسة التجريب جاءوا ليباركوا سياسة التفقير ولهذا كفى ثم كفى لأن المدينة تفقيم صالح مدينة استثناء ونطاري فتحتها مع نازية لفتح الملفات التي أعطت رائحة وشكرا ترحيكم للمنبر الرضاق لتكتبنا هذه الفرصة باش نتكلموا عنها مفاتح ماية مدينة دي القائمة صالحة وفي الوقت من الشاشة لتطلق العاملة الشغيرة بالعمومة بالسعيد الدولي في يومها العالمي من اسم الفاتح ماية في قائمة صالحة أنا أخبر لصادي أنا اللي كانت أول فاتح ماي اللي أحضرته في 1980 أشتغني فيها بقطاعات اللي كانت قليلة من قد تعداش التعليم وفي الحق والمقادية الآن أنا أختار كبير قطاعات اللي كانت تنظيم حيث السلطة أن عدد القطاعات اللي كانت تعداق سلوذي القطاعات شخصها كلها قطاعات اللي نشطة وفاتحنا أنهي سنوية السنوية أننا ننطلق من الساحة للأميناء ونقوم بنفس مدار احتجاجاً على الأوضاع اللي يتعرفها والأوضاع المزرية ذي الطبقة العاملة وذي الصغيلة علم وتشكركم من برده تشكر! غدًا 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 ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر